معنا اليوم جمعية كنز الأرض التعاونية وهي جمعية تضم عدد من السيدات المنتجات ويساهمت في إنتاج الكثير من المنتجات وأيضا تشغيل الأيد العاملة ولها مشاريع كثيرة مما جعلها تكون بصمة واضحة على المستوى المحلي لنعرف أكثر عن الجمعية بس أدنا يكون معنا اليوم بالستوديو الرئيس الجمعية السادة أحمد الناصر وسيدات نشميات من الجمعية نتعرف أكثر عن هذه الجمعية نشاطاتها بالفعاليات والمنتجات التي يقدمها يسعد صباحك أستاذي الله يبارك فيك ويزيك الخير الله يسعدك بالبداية حكينا عن الجمعية كيف متى تأسست وشون نشاطاتها بتقوم فيها بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الجمعية تأسست عامل 2009 25-2009 جمعية تعاونية زراعية الهدف الأول والأخير خدمة المجتمع المحلي نحن جمعية ربحية لكن قبل الربع هدفنا خدمة المجتمع المحلي نعم جميل الجمعية بضم 65 عضو من أعضاء من المؤسسين الجمعية منهن 40 سيدة و 25 رجل جميل السيدات عندي من فضل الله من السيدات اللي نشيطات جدا جميل اللي هن مشاريع اللي هن مشاركة بالمهرجانات وديناها نتدرب المؤسسة الغذاء والدواء جميل حاصلنا على شهادات دربني هناك معظم منتجات حاصل على شهادة الغذاء والدواء جميل جدا طيب عم كيف اليوم أنتو النشاطات اللي بتقوموا فيها شو النشاطات اللي انتو بتمرسوها بالجمعية احنا أول شي عندنا أنشطة من فضل الله أنشطة كثيرة من ضمنها إن شراكات مع المؤسسات الحكومية ومع المؤسسات المجتمع المدني فمن هاي الشراكات مثلا عندنا قرضين قرض دوار وقرض مكروم من سيدنا 15 ألف للشباب هذا القرض الشباب كانت توجهات سيدنا أنه نعطيه للشباب ضمن دراسة من إرادة وكون مشاريع ناجحة لحد الآن هذا الحكوم من 2013 بنتابع بهذا الموضوع والمشاريع القائمة واحد من المشاريع حصل على جائزة سيتي بنك جميل له صالون سيدات الثاني حصل على جائزة إرادة وهي سلمت وزيرة إرادة وزيرة العملكة أنا والله ما أعرف تخطيط التخطيط وتعاون الدول نعم جميل جدا يعني أنتو بتقوموا أصلا كمان بخدمة مجتمع مدني نعم بتساعدوا شبابهم ويفتحوا مشاريعهم وكمان بتكون في عندكم مراقبة ومتابعة لهاي المشاريع بحيث تكون ديمومية نعم جميل جدا احنا معنا اليوم سيدات من الجمعية مع زميلتي داليا خلنتعرف عليهم ونشوف المنتجات اللي موهم اليوم يسعد صباحكم شكرا لك كمان يسعد صباحكم حابين نتعرف عليكم أكتر نوال السمادي نوال السمادي أهلا وسهلا فيك ستة جميلة السمادي أهلا وسهلا فيكم اليوم احنا معانا في الاستوديو عدة منتجات بتقوموا فيها تحكو لنا أكتر عن المنتجات اللي معنا في الاستوديو اليوم تفضلي أنا عندي زيتون نعم هذا زيتون حشي هاي السلطة زيتون عادي وهاي مشطوط بس نقرب شوي المايك بعد إذنك حتى يكون الصوت واضح تفضلي هاي زيتون حشي نعم هاي السلطة يعني كل هاي مشتقات زيتون طبعا هاي رصيع يعني هاي مشطوط بزيت طبعا نعم عندي كاي أعشاب برية بحطوها على المناسف والأشياء هاي جميل هاي زعتر دبقية يعني المعروفة هاي الصابون هاي شغالية جميل جدا هاي مربتين نعم هاي السمن كل هاي المنتجات النساء والسيدات في الجمعية هما اللي بيقوموا فيها عندي مخبز مخبزات عربية رائع بشكر الجمعيات كنز الأرض لأن طريقة جميل وبشكركم أنتو كمان استضيفتونا أهلا وسهلا فيك وبشكر البي سي دي ومركز تطوير الأعمال لأن انا حصلت على مشروع مخبوذات عربية مخبوذات الهدى يعني والحمدلله جميل جداً أحب أتعرف أكثر ستي يعني الجمعية أكيد كان الهدوري كتير كبير في نجاح هذا المشاريع المنزلية أو نحكي إحنا مطابخ إنتاجية حالتينا أكثر عن الدعم اللي تلقيتو من الجمعية الجمعية والله بالنسبة للجمعية مثلا فيه مهرجانات طريق الجمعية رحنا فيها فيه أنا حاصل على منحة عن طريق الجمعية مثلا رح الدورات مع تمكين المرأة وأخذت دواء وإذاء شهادة برضو عن طريق الجمعية فيه دورات مثلا هسا منوخ الدورات عن الزيتون كيف تصنيع الزيتون مع أننا نصنع الزيتون بس مهندسيين وأشياء يعني حاليا هسا ستي بس هيك يعني إحنا زي ما تعرفنا وزي ما تحدثت زميلي كمال في البداية أن الجمعية ساعدت في أو ساهمت في تشغيل الأيدي العاملة للنساء يعني ما شاء الله عليكم يعني فيه عندنا هنا منتجات متعددة حتينا أكتر عن هذا الموضوع وكيف هي ساعدت فيه منذ أن نحكي نحن تقليل نسبة البطالة عند السيدات تفضلي بس أغلبك تقربي المايك شوي بعد إذنك الجمعية قامت على تدريب مجموعة من السيدات ما يقارب خمسين سيدة وأكثر على مراحل متعددة أعطت تدريبات من أي تزد للسيدات من بداية مشروحها وكيف أعمل المشروعي ويكون مرخص وسجل تجاري حاصل على شهادات الجودة دعم وشبكتنا مع كل المنظمات الحكومية بطرق الصحية حالة تسجيل المشاريع كانت مشاريع منزلية قائمة على أن الست ما تتغلب تطلع لسوق العمل نعم اللي عندها أطفال واللي ما بتقدر إنها تشتغل خارج منزلها كوننا إحنا قرية نائية بعيدة عن مركز المحافظة نعم صرنا نشتغل من المنازل دربنا السيدات على التمكين الاقتصادي للمرأة كل حدا بتخصصه كل حدا بإيش بيبدأ اشتغلت على مشروحها أخذت تدريبات التواصل والمهارات الحياتية والتصوير والتشبيك مع المنظمات شاركناهم ببازارات عرضوا منتجاتهم كل حدا عرض منتجه جبنا بازار وجبنا لكل الجهات الحكومية والمنظمات لعنا شافوا شغلنا شافوا كيف طريقة التصنيع كلها طريقة خلينا نحكي ذات جودة عالية بنتعاملش بأي إشي مصنع كله على الطرق القديمة بتحديث يعني مع مهندسين وشبكنا مع الزراعة حتى نعرف الطرق الصحيحة للتصنيع رخصنا مشاريعنا كل المشاريع كانت مرخصة أنا رخصت مطبخ إنتاجي وتصنيع غذائي حاصل على تدريب من الغذاء والدواء وشهادات الجودة في المنتج بالإضافة للتصنيع نعمل على الأوردرات الخارجية مع المنظمات المجتمع المدني نعمل لهم توصيل وجبات أكل وبريك صباحي وغداء جميل لكل التدريبات اللي بالمنطقة والمناطق المحيطة كمان بالإضافة لأني أنا كنت مدربة مع وزارة الزراعة على التصنيع الغذائي دربت عشرين سيدة إن كيف يشتغلوا بشهادات من وزارة الزراعة يشتغلوا على المنتجات بطريقة علمية صحيحة نعم وكيف شفت إقبال السيدات على هذا النوع من العمل؟ إقبال كثير عالي لأنه نسبة البطالة عندنا كثير عالية وما في شغل كونها قرية نائية ما في لا مصانع ولا محلات يشتغلوا فيها فكان هذا الخيار الأفضل؟ فكان الخيار لهم أن كل واحدة بإيش بتبدأ أو شو هي بتعرف كانت تشتغل من بيتها يعني تصنيع رائع فيه سيدات توجهوا للمطابخ الإنتاجي والتصنيع والألبان فيه سيدات للنقش والإشماغات كانت الجمعية إلها دور بتوفير التدريبات اللازمة عن طريق المنظمات لهاي السيدات يعني إلنا ثلاث سنوات نشتغل على التدريب ثمرت هذا التدريب أنه حصلنا على مشاريع من منظمات منها منح ومنها قروض غير ربحية فتحنا مشاريع منزلية كل ست أحيانا تأخذ يعني بتعمل مشروعين يعني تقدر تشتغل على مشروعين متتاليا شغلنا معنا سيدات ثانيات استفادوا من المشروع ودربنا أيضا سيدات على الإنتاج وعلى الحرفية جميل كان إلها أثر كبير في دعمنا طلعتنا لسوق العمال رأى عملنا مقابلات تلفزيونية أكثر من مرة مهرجانات وبازارات شاركنا فيها كان إلها أثر ومردود مادي علينا يعني أكيد منشكر أكيد الجمعية على كل هذا الدور اللي قامت فيه يعني وأكيد منشكركم كمان لتواجدكم معنا منشكركم على يعني أنكم أنتم كنتوا لكم دور في المجتمع ولكم دور كمان حتى أنه تحسنوا من مستوى المعيشة أكيد في أكيد منازلكم شكرا لتواجدكم معنا لعودة لزمي الكمال أكيد أكيد طبعا داليا يعني أول شيء كل الشكر إليك وللسيدات اللي موجودين معك أنا بدي أرجع للعم أحمد أسألك أنتوا لكم كان عندكم شركات مع مؤسسات المجتمع المدني منها نهر الأردن وأيضا مؤسسة تدريب المهنة تحدثني أكثر عن هاي المشاركات كان أكثر دور أبرز اللي هو مركز تطوير الأعمال مركز تطوير الأعمال درب عندنا ما يقارب من 65 يوم نعم تعرف سيدات وديناهن لعمان 13 سيدة كان يتدربين على الصالونات بعمان بأكاديمية كان كله حتى مصاريف من كل حساب المركز الوطني يعني روح هنجيان هن كله والتدريب مجانا وحصلن على شهادات وفي من هنأخذن مشروع حصلنا فيه أخذن دور التسويق التغليف تصوير مهارات أساسية كل هاي الدورات كانت أثناء الجمعية نعم فحصلن 10 سيدات بعد ما يعني مركز تطوير الأعمال دائما مشكره هو قام سوى يعني زي عمل التسهيلات الكاملة ومقابلات معاهن فأعطى 10 سيدات تسعى مشاريع ماشاء الله المشاريع كانت كوليات أساسية بالبلد نعم من المشاريع المخبز مطبخ الإنتاجي معمل فطر تصوير خشيبة يعني الآن هاي القرية الناية بقينا بد يروح بد يدفع مواصلات أو يأخذ سيارتها يصل درستها يصور الآن عندنا تصوير داخل خشيبة جميل عندنا معامل ألبان عندنا صالون سيدات عندنا محل بهارات يعني يعني صار في دعم ذاتي الرسم على زجاج صار في دعم ذاتي المشاريع ما يقارب من أربعين ألف نعم كان المنح للسيدات نعم جميل ووقت أزمة كارونا يعني إحنا دائما بنشكر معالي نايفستاتية الرجل يعني رجل العمل لأنه هذا الرجل كان يعني بدوز بالأسبوع يزورنا مرة أو سنتين بخشيبة أثناء أزمة كارونا نعم فمباشرة وفرنا طحين وفرنا السيدات يخبزن أفران 11 فرن جاب حطهم بهالجمعية وقال لنه يخبزن وعطاهن أجار ووزعنا 16 يوم خبز مجانا جميل لكل خشيبة حتى القرى اللي حواليها جميل جدا فينا شراكة دراسات وشغلات مع العلوم التكولوجيا جامعة العلوم التكولوجيا جميل ما أسست الشرق الأدنى إنه شراكة معاها نعم جميل ما أسست نهر لوردن إنه شراكة يعني معاها الآن المركز الوطني البحث والإرشاد الزراعي نعم وفي عندنا تدريب الآن المدارس الحقلية جميل ويعني كان قبل فترة بسيطة لنا مقابل مع الدكتور نزار حداد مدين المركز الوطني فقال إنه راح أعتبر هاي الجمعية كقرية نهاية أعتبرها من نقطة بحث ورشاد للمهاندسين لأندي جميل جدا طيب اليوم أستاذ أحمد كان لكم مشاركة في مهرجان التذوق عن المنتجات التي تقوم فيها السيدات المشاركة عندكم بالجمعية حصلتم على جائزة تذوق نعم تحدثني أكثر عن هذا الموضوع معرض نوارة كان تحت يعني سمو الأميرة سمية نعم وحضر أعطفة المحافظة رئيسي البلدية هذا المهرجان كان منتجات بلدية فكان الأول على التذوق اللبنة الأخت نوالة وأختها جائزة جميل جدا وفي كمان زعتر بس ما أعطوه جائزة زعتر وكانوا أدهم للبن لأنهم مهرجان للبنة جميل وكمان كان من نفس البلد من الخشيبة يعني ثلاث وكان ثلاث من الخشيبة جميل جدا نحن دائما نكون فخورين في دائما أي إنجاز وطني ينسب للوطن من أبناء الوطن اللي بنحاول نحن دائما برغم الظروف الاقتصادية اللي كلنا بنشهدها و بنعرفها أنه ظروف الاقتصادية صعبة عم نحاول نطلع من عنق الزجاج جهاد عم نحاول نقدم إشي لمجتمعنا نخدمه نخدم أبناء مجتمعنا كل الشكر إليك أستاذ أحمد الناصر شكرا للسيدات اللي كمان اللي تواجدوا اليوم معنا شكرا على الجهود المبذولة لنرتقي في بلدنا أكثر وأكثر و نحاول نكون إحنا أي دعون في هاي البلد كل الشكر إليك الله يزيك الخير و نشكركم و نشكر قناتكم الله يساعدك يعني اللي استضافتنا و نقولك الله يزيك الخير و بارك بيكو الله يساعدك و يخليك و بارك بيك